الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الله تعالى نحظة أما بعد عادي أكملها أما بعد فقد قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية في هذه الآية ذكر أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالربوبية أي أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف المحي المميت وإفراد الله بالألوهية بتوحيد العبادة لا معبود حق إلا الله وإفراد الله بالأسماء والصفات أي توحيد الأسماء والصفات فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا نثبت ما أثبته الله له من الأسماء وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه الله عنه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في هذه الآية لما أن بيّن الله عز وجل أنه الخالق المالك المدبر الذي له كمال التصرف في السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما لما أن أعلم الخلق بهذه الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها بل إن فرعون لما أن أظهر إنكارها بيّن الله أنه جحد بها مع إيمانه بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض هذه الحقيقة وهي أن الله عز وجل خلق الخلق لما أن بيّن الله عظمته في الخلق والملك والتصرف دل عباده على طريق يصلون به إلى تحقيق الوصول إلى رضا خالقهم وأن يصل إلى رحمته وفضله وجوده وهي العبادة فاعبده واستبر لعبادته أي وصبر صبرا عظيما وهو درجة أعلى من الصبر أي واستبر قال واستبر والاستبار درجة أعلى من الصبر وإذلك فإن الله أمر عباده بالاستبار في عموم العبادة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته وفي جزء مهم من العبادة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ثم قال الله عز وجل هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحدا يستحق أن يعبد غير الله ممن له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ لا أحد يستحق هذا إلا الله عز وجل فيا أيها المسلم عليك بالعبادة لله عز وجل وأكثر من عبادة الله عز وجل واملأ وقتك بالعبادة لله عز وجل فإن الدنيا في الحقيقة ما هي إلا ومضة ثم ينتهي كل شيء لو تأمل الإنسان حقيقته فإن حقيقته كما قال الله هل أتى على الإنسان؟ أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ما هي إلا سنوات ثم يرحل فالعمر كله ومضة وينتهي أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي لكن على المسلم أن يكثر من الصالحات فيه ليعيش الحياة الحقيقية والحياة الأبدية وهي أن يكون في الجنة عند الله عز وجل يأتيه الفضل والخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن وراث جنة النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين